بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي وحبائي طلبات الصف الثالث على ابتدائي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح الدروس من 61 من رقم 61 لغاية رقم 63 هنا هيقولك مثلا حدد 3 عوامل ضرب برضو عن طريق النارد حجر النارد اهو جبنا ارقام وهنكمل مسائل الضرب اللي اتيه تعالوا نشوف مع بعض اول ما دينا النموذج هنا هو ونشوف هنا مسألة الاولى هو لما عمل رمى الحجر النارد ثلاث مرات مرة اداله اتنين مرة اداله خمسة مرة اداله اربعة فعمل ايه حلاب طريقتين اهو اول مسألة عمل ايه عمل اربعة في خمسة وضرب امهم في اتنين بعد ما حطت الاربعة وخمسة في القصة يا حبيبي هاضربهم ايه في اتنين طيب النتيجة بتاعتنا هتكون عملة ازاي هتكون عملة كالاشي احنا الا اربعة في خمسة بعشرين الا اربعة في خمسة بكام بعشرين يبقى تنزل عشرين اهو ويعندي اللي اتنين برضو تنزل زي ما هي طب ما عادين حاصل الضربة بقى عشرين في اتنين هتطلع كم يا حبيبي مرابو علي قضى هتطلع اربعين لما نلاقي مسائل بالشكل ده هنضرب اللي اتنين في اللي اتنين هتديني كام اربعة والنزل الزيرو زي ما هو يبقى النتيجة بتاعتي اربعين طب ليه هنقول لاني ان العشرين في اتنين بتساوي اربعين يبقى لما يجي يقول لي ليه السبب هنقول لان العشرين في اللي اتنين بتساوي اربعين تعالوا يا حبيبي ناخد مثال تاني المسألة عندي هنا رمى هو المرة دي حجر النارد مرة ده له خمسة اهو يبقى دي كده جاي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سايفين النقاط دي هي دي الارقام او النقاط اللي موجودة على حجر النارد نعدها كده يبقى تديني كام هتديني خمسة يبقى هنكتب هنا كام اول حاجة هنكتب خمسة اهو اللي بعدها اداني كام رقم اتنين ننزل رقم اتنين نكتبه بالشكل ده هون طيب اللي بعدها تلاتة نكتب تلاتة اهو ننزل كده نقول ايه نقول تلاتة طب هو هنا هنديني شكلين نحله بطريقتين يعني ايه هتتحل بثلات طرق ان عندي تلات ارقام بس هنقول على قد المسألة هنحل اول حاجة هنعمل ايه هنضرب مرة الخمسة ايوة في الكام في اللي اتنين ماشي خمسة في اللي اتنين هيتبقى رقم معايا مخدتوش دول بين الكوسين اللي هو رقم تلاتة يبقى ينزل رقم تلاتة يبقى المفروض خمسة في اتنين ما بين الكوسين ونطلع الناتج ونحطه في المربع ده كده اهو اهو ونضربه في كام في تلاتة اللي هي الوحدة طب يا حبيبي نشوف طريقة تانية هناخد بقى المرة دي هنسيب الخمسة كده بره كده تمام وهناخد معاها اللي اتنين في تلاتة بس ما بين الايه ما بين الكوسين او اللي اتنين في تلاتة ما بين ايه الكوسين ونحل الخمسة في اتنين بقى عشر يبقى تنزل كده تبقى عشر والتلاتة لوحدة تنزل زي ما هي اهو طب هنا الخمسة لوحدة تنزل زي ما هي بس اللي اتنين والتلاتة يا حبيبي فين ما بين الكوسين اتنين في تلاتة بكام بستة وننزل الناتج كده اهو في المربع بتاعي طيب النتيجة العشرة في تلاتة بكام يا حبيبي العشرة في تلاتة بتلاتين صح يبقى العشرة في تلاتة بتلاتين وهنا الخمسة في ستة بكام من جدول الداربة بتاع رقم خمسة بردو يديني تلاتين يبقى انا سواق حلتها بالطريقة دي صح? سواء حلتها بالطريقة دي صح. يبقى احنا هنستنتج ايه يا حبيبي? هنستنتج ان التلاتين هنا وهنا التلاتين يعني مساوية لبعضهم. يعني النتيجة واحدة. نشوف يا حبيبي مسألة تانية. هنا الرقم كان واحد. اقولي ده زيره. لا مش زيره. ده رقم واحد. يعني لما تلاقي نقطة واحدة كده معناها ايه? معناها واحد. طب هنا ست نقطة. يبقى ايه? يبقى ستة. طب هنا كم نقطة? اربعة. يبقى اربعة. ده ايه? حجر النارد ان انا ميناه تلات مرات. تلات مرات. مرة ديني رقم واحد. مرة ديني رقم ستة. مرة تانية ديني رقم اربعة. طيب اول حاجة احنا هناخد مرة الواحد. وناخد معها الستة في القوس. اهو. يبقى واحد في كام? واحد في ستة. وهنضرب في الرقم اللي باقي. ايه الرقم اللي باقي يا حبيبي? اللي هو رقم اربعة مخدتوش. يبقى اربعة تنزل هنا وكده اهو. يبقى واحد في ستة في كام اربعة. طيب بتساوي ايه? احنا عندنا الواحد في ستة. بستة. اهو. والاربعة تنزل زي ما هي. طب يا حبيبي ستة في اربعة بكام? ستة في اربعة من جدول اربعة. اربعة في ستة. باربعة وعشرين. لان احنا ما نقدرش نقول في جدول ستة. لان هي ستة بتبدأ لما تيجي جدول ادار بتترب ستة في ستة في نفسها. وتبدأ تكمل. ستة في سبعة. ستة في تمانية. ستة في تسعة. ستة في عشر. ستة في احداشر. لغاية ستة في اتناشر. ما يقدرش يقول ستة في اربعة. بس هو الصح ايه بقى لما نيجي نقول? نقول من جدول الدرب اللي هو رقمه اربعة اربعة في اربعة بيبدأ باربع في فرمع مابدادش برضو باربع في تلاة بيبدأ اربعة في اربعة اربعة في خمسة اربعة في ستة لزيد من اربعة في اثناج ما بيبدأ اربعة تساوي باربعة وعشرين ستة في اربعة بتساوي اربعة وعشرين وهنا هنحلها بطريقة تانية هنعمل ايه هنا هنسيب الواحد الواحده برا وناخد ما بين الكوسين الرقمين التانين الرقمين التانين يا حبيبي اللي هما الستة وايه والاربعة ننزل الواحد زي ما هو وستة في اربعة بكام ننسى ايلين ساوي اربعة وعشرين طبعا احنا عارفين اي رقم بيتدرب في واحد يديني نفس النتيجة اللي هي بتاعة الرقم نفس هو الرقم نفس يعني الف في واحد هو الف خمسة في واحد هو خمسة مليون في واحد هو مليون ما فيش حاجة تانية يبقى الواحد لما نيجي بيضربه في اربعة وعشرين يا حبيبي يديني ايه يديني نقول الواحد في اربعة وعشرين و اربعة وعشرين يديني اربعة وعشرين ملاحظين حاجة يا حبيبي؟ إنه النتيجة واحدة هنا اربعة وعشرين و هنا اربعة وعشرين بس كل الفكرة ان احنا بدنا الارقام مكان بعضها و ادتني في الاخر نفس النتيجة و نفس الحال تعالوا نكمل يا حبيبي طبعا الموضوع بقى لعبة بالنسبة لكم بقى سهل جدا يلا بقى نحلوا لوحديكم كده و انا معاقب هو مجديني مثالهو بيقول لي الاتنين والخمسة والثلاث خد الاتنين والخمسة عملهم مرة مع بعضين في كوس و سابت تلاتة بر مرة تانية خد الاتنين لوحدها وكمل الاتنين للتانين ايه بكوس بين كوسين والتالت نفس الكلام طبعا اقولوك على حاجة سهلة لو اداني مسألة و قال لي اجيلي تلاتة حرور نعمل ايه يا حبيبي هناخد كل مرة في التلات مرات رقم من التلات ترقام والرقمين الباقيين هنحطهم ايه ما بين كوسين يبقى احنا كده ما نحيرش نفسيا يبقى هناخد الاتنين مرة ونخليها الوحدة زي في الحالة دي كده و مرة تانية هناخد الخمسة ونخليها الوحدة زي دي كده و مرة ناخد التلاتة ونخليها الوحدة طيب الرقمين الباقيين هنحطهم ما بين كوسين و نتطلع النتين طيب اول حالة اتنين في خمسة ما بين الكوسين و ضربناهم في تلاتة اتنين في خمسة بكام بعشر و نضربهم في التلاتة يديني تلاتين طب ليه مستر هقولك يا حبيبي لان عشرة زائد عشرة زائد عشرة بتديني تلاتين طيب هنا اتنين في خمسة في تلاتة اللي اتنين تنزل زي ما هي و ناخد الخمسة في تلاتة الخمسة في تلاتة بكام خمسة اشر يا مستر مرافو عليه قبل خمسة اشر دي لما نجمعها نفسها مرتين او نضربها في اتنين مباشرة هتديني نفس النتيجة بس مش عايز واحد يفكر يقولك لا انا اجمع الاتنين خمسة اشر مرة برضا هتدينك نفس النتيجة بس ليه تصعب الموضوع على نفسك و ليه تلجأ للحلول الطويلة المعقدة و ممكن تنسى طب احنا نقول على طول اتنين في خمسة اشر يعني الخمستاشر اكننا جمعناها على نفسها لو قالك تلاتة في خمستاشر سأقول فخمستاشر زائد خمستاشر زائد خمستاشر قالك اربعة في خمستاشر ساغمع على نفسها اربعة مرات اما مش هنروح نجمع الاتنين على نفسها خمستاشر مرا والنتيجة بتاعتي يا حبيبي برضو هتبقى تلاتين السؤال التالي طبعا انتو نفس الطريقة اتنين في تلاتة بستة في خمسة تتديني نفسي النتيجة. تعالوا يا الشطار ناخد مثال تاني. تلاتة في اتنين اهو تلاتة واتنين واربعة. تلاتة واتنين هنحطوهم مع بعض ما بينك واسم ونطلع النتيجة. نتيجة كام? ستة. والاربعة تنزل. اهو. والنتيجة ستة فاربعة. باربعة. وعشرين. تمام? طيب. في حاجة احنا ممكن نعملها. في خاصية ان كنت تضرب مرة لاربعة في تلاتة وترجع تقول زائد اربعة في اتنين. دي هناخدها بعدين. المهمة تلاتة في اتنين في اربعة بتساوي ستة في اربعة بتساوي اربعة وعشرين. نفس الكلام هنا تلاتة دي لوحدة تنزل لوحدة. اتنين في اربعة بكم? بتماني. يبقى ادي التماني. تلاتة في تمانية بكم يا حبيبي? باربعة وعشرين. ادي اربعة وعشرين. تلاتة في اربعة بكم هنا? باثناشر. هنضربها في الاتنين. هتديني كام يا حبيبي قلبي? هنديني اربعة وعشرين. ناخد مسال تاني يا حبيبي. يلا. خمسة في اتنين في اربعة. احنا لما عمل حجر النار دي تقت مرات مرة ديته خمسة. مرة ديته اتنين مرة ديته اربعة. احنا عزيني النتيجة بتاعتنا. مرة هنحط الخمسة والاتنين مع بعضين. اهو. فاربعة. خمسة في اتنين بكام? بعاشر. فاربعة. هتديني كام? هتديني اربعين. اهو. الاحتمال التاني. هنخلي اللي اتنين والاربعة مع بعضيها. هتبقى خمسة. اتنين في اربعة بتمانية. برافو عليكم. من جدول الضرب التاع رقم اتنين. خمسة في تمانية اربعين. نفس النتيجة. اللي بعدها. هنا نبديني الخمسة والاربعة. خمسة والاربعة. هنا في فوق خمسة اربعة? لا. هنا في خمسة اربعة? لا. هنجمع دول مع بعضيهم كده هون في الكوس. ونقول ايه? خمسة في اربعة بعشرين. في اتنين. تديني كام الحبايب قلبي? هتديني اربعين. مرافو عليكم. كلكم شطار ما شاء الله. والنهاردة هنقول كده ايه? هنقول ده اربعين صح? وهي اربعين صح? وده الاستنتاج بتاعي. ان مهما كانت طريقة الحال. هما ثلاث طرق للحال. ثلاث مسائل. بس النتيجة بتاعتي واحدة اربعين. واربعين. واربعين. طبعا يا حبايب قلبي انتم عارفين ان هو طبعا من الدرس واحدة وستين لثلاثة وستين. بنشرحهم مع بعض ان مرطبطين ببعض. بس انا مقسمها لكم اجزاء على اساس ان كنته يعني صعب عليكم جدا ان كنته تاخدوا فيديو مسلا ساعتين او اكتر. فاحنا مقسمين الدرس من واحد وستين لثلاثة وستين على ايه? على المراحل. عشان تفهمه كويس. والتمانيات طبعا بالتوفيق. هنا بيقول لك حوط حول المسائل التي لها نفس الناتج بتاع المسألة المعطاة. يعني هو ما ديك مسألة وهتديني نفس النتيجة. من ايه? هتحوط هتعلم يعني كده تعمل دايرة او مربع او اي شكل على النتيجة الصح. والنتيجة الغلط نتجهلة لكنها مش موجودة. عمل ايه? قالك هنا خمسة في سبعة في ثلاثة. طيب الخمسة في سبعة في ثلاثة. هو الثلاثة لزة زي مايه? موجودة هنا وموجودة ايه. بس خمسة في سبعة يا ولاد متنشر مش صح. يبقى الاول واحدة غلط. بس احنا مش هنعمل غلط لانه ما قال ليش يعمل غلط. هو قال لي ايه? حوط على المسائل اللي ليها نفس الناتجة. طيب اخترتاني مرة الخمسة وتلاثين في الثلاثة. ليه الخمسة في سبعة بخمسة وتلاثين في ثلاثة. اهي. يبقى دي كده صح. دي كده صح. هو محوط على الرقمين الصح. طيب التالت قال لي خمسة في ثلاثة في سبعة. احنا عارفين ان خمسة في سبعة في ثلاثة طالما مديان لنفس الارقام. بس ايه عملية الدرب زي ما هي? ومبدلين الارقام هنا ما كان هنا وهنا ما كان هنا. خلاص. يبقى خمسة في ثلاثة في سبعة هي نفسها خمسة في سبعة في ثلاثة. سواء حط الخمسة وسبعة في الكوس او حط الخمسة وثلاثة في دي صح نشوف الامثلة بقى نحلها احنا ضع الاقواص في المكان المناسب على حسب عملية الضربة التي تمت اولا حلو شوف احنا عندنا الاتنين في تمانية في عشر العشرة الواحدة اول حاجة نشيك عليها ونركز عليها لشوف الرقم اللي فوق اللي هو الواحد وده هل هو موجود تحت لو مش موجود تحت بقى المسألة ما نتعبش نفسينا ونقعد نشوف الباقي طب لو موجود نبدأ نشوف اللي بين الكوسين طب العشرة دي موجودة اهي موجودة اهي عملت لك عليها صحيح طب الاتنين في تمانية بكام بستاشر طب ما هي ستاشر طب هنحوط فين هنحوط على الجزء ده الصح ده اهو العزر هنروح رايحين هنا كده ونعمل ايه نحوط كده هون ستاشر فعشرة مزبوط طيب انا بقى مختلفة انا بجين اتنين في تمانية فعشرة بس حاطة التمانية في العشرة ما بين الكوسين نفس النتيجة ليه يا حبيبي لان انت اصلا هي تنفس الارقام اللي اتنين والتمانية وعشرة لا فيه رقم زاد ولا فيه رقم نقص يبقى برضو نحوط على دي اهو دي بقى بيقولي اتنين في تمنتاشر هنفترض ان اللي اتنين هتنسي طب التمانية في عشرة اللي هتبقى بتساوي كام بتساوي تمانين تبقى حاطتي انا كام تمنتاشر يبقى لا نعمل عليها غلط ولا نحوط عليها نسيبها كده في حالة ماشي نشوف غيرها خمسة في تسعة في اربعة خمسة في تسعة في اربعة طب اللي اربعة موجودة ايو اللي اربعة موجودة دي اول نقطة خلاص اهي طب هيتبقى ايه هيتبقى الخمسة وهيتبقى التسعة خمسة في تسعة بكين بخمسة واربعين يبقى لازم نحوط على ديك ايه كده. يبدأ اوكي نفس الرقم. او هيديني نفس الناس. طب هنا بيقول لي خمسة وتسعين في اربعة. جب من هنا الخمسة وتسعين دي. ما فيش اي حاجة تضربه. طب الاربعة تنزل. اهان. طب يدقى خمسة وتسعة. ضربهم في بعض. هيدين خمسة واربعين. مش هيدين خمسة وتسعين. يبقى ديها هنسيبها. مش هنحوط عليها. طب اللي بعديها. خمسة في اربعة وتسعة. هل هي نفس الارقام اللي خمسة وتسعة واربعة? نفس الارقام بس متبدلة. يبقى الاجابة صحيحة. يبقى نحوط عليها. نشوف بقى المسألة دي يا حبيبي. هنا بيقول لي ضع الاقواص في المكان المناسب على حسب عملية الضربة التي تمت اولا. ايوه. شوف احنا اول حاجة نشوف النتيجة. ماشي? وبناء عليه هنحط الاقواص هنحطها ازاي? اول حاجة تلاتة نزل واحدة. خلاص. تلاتة تاني حاجة. تمانية في عشرة في خمسة. عملية الضرب الاولية كام? تمانين. اهو. يبقى حط الكوس اللي هو على التمانية في كام? في عشر. والخمسة زي ما هي تنزي? طيب. الحالة التالتة. ستة في احداشر في تلاتة. اول رقم منزله كام? ستة. يبقى الرقمين التانيين هما اللي هيتحطوا ايه? ما بينهو كوسين? زي كده هوا. اللي بعده تلاتة في تسعة في اتنين. اول نتيجة حصلنا عليها ايه? اللي ايه? عملية الدرب اللي تمت اولا. تسبعة وعشرين. يبقى لازم نحط التلاتة في ايه? التسعة. طيب. اللي بعده تمانية في عشرة في خمسة. منزل التمانية الواحدة. يبقى خلاص نسيبها تنزل لوحدة. وهنمسك في الاتنين التانيين دون نحطهم في القوس اللي هو عشرة في خمسة بكام? بخمسين. اهو. ناخد الحلق الستة. ستة في احداشر في تلاتة. مديني اول رقم كام? ستة وستين. طب ما احنا عارفين يا حبيبي ان ستة في احداشر ايوة? برافو عليه? بيساوي ستة وستين. يبقى الستة. انا شاف بنت شطورة بتقول ستة في احداشر بين كوسين. وشاف وات شطور بيقولي التلاتة بتنزل لوحدها. يبقى ستة وستين في تلاتة. هي دي النتيجة بتاعي. يبقى لازم نحط الاقواص على اساس عملية الدرب الايه? اللي تمت اولا. نيجي بعد كده. عندنا اسئلة زي كده. طبعا انا بحل معاكم جميع اشكال الاسئلة. وما بسيبش حاجة على اساس ان كنت بقى مستواقه قوي. وتتأسسه صح في مادة الرياضيات. عشان تكملوا بعد كده صح يا حبيبي. هنا بيقولك اربعة في خمسة في تلاتة. او عمل ايه? شاف الحاجة المناسبة. وحط عليها صح. طب التسعة مناسبة. لا هنا التسعة دي. الوحدة ايه? تزل. يعني التلاتة دي كده اهي? تنزل. بس اللي اربعة في خمسة بتسوي عشرين. هو حطيتها تسعة لان دي مش اربعة زائد خمسة. دي اربعة في خمسة. يبقى ايه? المفروض عشرين. يبقى ان نتجاهل الجزء ده. طب هنا اربعة في خمسة في تلاتة حطه. ده ما صح. طب اربعة في تمانية. اللي اربعة هي. مفيش حاجة. حاصل ضرب رقم في رقم فيه التلاتة رقم دول هيديني تمانية. صح? يعني احنا حتى لو خدنا اصغر رقمين اللي هم التلاتة واربعة مش هيديني تمانية. طيب نشوف عشرين في تلاتة. ايوا مظبوط. لان الاربعة في خمسة بتسوي ايه? عشرين. والتلاتة تنزل زي ما. يبقى نعمل صح على الاجابات الصحية. ناخد واحدة تانية. نشوف كده. عندنا ستة في عشرة في اتنين. ستة في عشرة في اتنين نفسها. بس بدل ما يحطوا الكوسين ما بينهم عشرة واللي اتنين حط ما كانوا من ستة وعشرة عادي. ما حصلش حاجة. ماشي الحال. اوكي. بقى نعمل عليها صح يا كده. طب الستة اشر في اتنين. الاتنين لو نزلت هيتبقى ايه? ستين. اللي هي ستة في عشرة. نتجاهلها ولا هي اكدنا قدامنا. ولا اكدنا شايفينها. الناحس نشوف الاول لو هي ما تخصناش بقى ما نحوش قدامها صح. ولا نحطه غلط. لان هو ما قاليش حطه غلط قدام العبارة الغلط. او المسألة الغلط. او الناتج الغلط. طيب ستة في اتناشر. تنفع? برضو لا. لان لو نزلنا الستة هيتبقى الاتناشر. هل العشرة في اتنين باتناشر? لا. يبقى خلاص. نسمى. طب هنا ستة في عشرة في اتنين. الستة تنزل. عشرة في اتنين بعشرين. ايوة عشرة في اتنين بعشرين. يبقى نحط صح قدامها. اللي بعدها تسعة في تلاتة في اربعة. تسعة في سبعة. لا غلط. لان التسعة لو خدناها ونزلناها هيتبقى التلاتة في اربعة في اتناشر. طب نشوف اللي بعدها في تلاتة واربعين. لا غلط. لو نزلنا التسعة هل التلاتة في اربعة بتديلي تلاتة واربعين? برضو غلط. بس هو ادري حاجة تانية. قال لي التسعة في تلاتة في اربعة. نفس النتيجة ونفس الكلام ونفس الارقام. بس بدل بدلا للتلاتة في تسعة. خليها تلاتة في اربعة. ما بين الكوسين. صح? والنتيجة بتاعتي صح نعمل عليها صح. طب سبعة وعشرين في اربعة. ايوه. تمشي. طب ليه يا مصد? اقول لك يا حبيبي لان التلاتة في تسعة كام? بسبعة وعشرين. اهي. والاربعة تنزل زماني. اهي. ايما الاجابة بتاعتي صح? ناخد الحالة الاخيرة في السؤال ده. خمسة في ستة في عشرة. خمسة في ستة اول حاجة العشر لما تنزل? اهي. هيتبقى خمسة في ستة. كام بتلاتين? هل هنا في تلاتين? لا. طب لو خمسة في ستين. ايوه. الخمسة نزلت لوحدها. والستة في عشرة بستين. اللي هي ستة في واحد بستة ونزلنا الصفر. بستين. يبقى النتيجة دي صح. يبقى نعلم عليها اوكي. علامة صح. خمسة في عشرة في ستة. هي نفس الارقام التلاتة بس نبدلهم. اوكي. طب خمسة في مية وستة. جابها من دين? طب الخمسة اهي. طب المية وستة دي جابها من مين? ازا كان اللي بقى ايه رقامين? اللي هما الستة والعشر. ستة في عشرة بكام حبيبي بستين. مرافو انتو اشتر منو. ستة في عشرة بستين. يبقى دي لا تجعلها ولا كأنها موية. الخطوة اللي بعد كده. بيقول لك هنا اكمل العدد او العامل المجهول في عملية الضرب الاتية. هنا ضرب اربعة في عشرة في سبعة. بيتساوي اربعين في سبعة. طيب. هنا اللي ناقص الرقم اللي ناقص هو مديني مساء. الرقم اللي ناقص هنا اربعة في. هنا سيب لي مسافة في عشرة. طب اول حاجة نحلها كده واحدة واحدة. هناخد اللي اربعة اهي? هي نفس اللي اربعة. هيتبقى هنا ايه? تلاتين. يبقى الرقم اللي هنا كام? هنشوف الرقم اللي احنا لو ضربناه في العشرة. هي ديني تلاتين. يبقى الرقم اللي احنا لو ضربناه في عشرة يديني تلاتين ايه يا حبيبي? برافو. برافو. رقم تلاتة. لان تلاتة في عشرة بتلاتين. يبقى هو ده الرقم اللي مفقود اول ناقص. ناخد السؤال اللي بعده. خمسة في كام? في سبعة? تديني النتيجة دي. هنمسك اول حاجة الرقم من اللي الواحدة. اهو السبعة والسبعة. باقي عندي الخمسة والتلاتين من الناحة التانية. ايه الرقم? اعيد تاني. ايه الرقم اللي احنا لو ضربناه في الخمسة? هيديني تلاتين. من جدول الدربة خمسة في خمسة? بخمسة وعشرين. وخمسة في ستة? بتلاتين. يبقى نقول هنا نحط رقم ستة. ايه اللي بعده? تلاتة في كام? في خمسة تديني تمنتاشر في خمسة? هتشوف الرقم اللي نزل لوحد اللي الخمسة. اهو. يتبقى في اليمين تلاتة وفي الشمال كام? نحط اليسار تمنتاشر. نسأل نفسنا سؤال ايه الرقم اللي احنا لو ضربناه في التلاتة تديني رقم تمنتاشر. من جدول الدرب تلاتة في تلاتة بتسعة. تلاتة في اربعة باثناشر. تلاتة في خمسة? ايوة بخمستاشر. تلاتة في ستة? بتمنتاشر. خلاص ما نكملت بقى. طالما وصلنا النتيجة بقى ايه? تلاتة في ستة? اهو. يبقى اللي نايس اللي هو رقم ستة. ناخذ واحد تاني الاخير. اربعة في خمسة ما بين كوسين في مسافة. طيب نمسكها واحدة واحدة. بين الرقم اللي الواحده. الاربعة اهو. الاربعة موجودة هنا اهو. يتبقى في اليمين كم? خمسة. وكم يا حباشبي في الشمال في اليسار? خمسة واربعين. نسأل نفسنا ايه الرقم اللي احنا لو ضربناه في الخمسة تديني خمسة واربعين. صح? خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. في ستة بتلاتين. في سبعة بخمسة وتلاتين. في تمانية باربعين. في تسعة بخمسة واربعين. يبقى هو ده الرقم اللي احنا وصلناه. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ خمسة في تسعة بخمسة واربعين. ويبقى العامل او العدد المجهول في عملية الدرب اللي قدامنا دي هو الرقم تسعة. بكده يا حبايب قلبي ان يكون خلصنا الجزء التاني من الدروس من واحد وستين لتلاتة وستين وان شاء الله في جزء التالت المرة اللي جاية نشرحه لكم برضو بالتفصيل. آآ تمانيات لكم بالنجاح والتوفيق. ويا رب يعني تكونوا استوعبتوا الدرس. وعلشان يوصل لكم مني كل جديد الفيديوهات اللي بتنزل. آآ تعمل آآ شير آآ سبسكرايب وشير. وتعمل تفعل الجرس وتختاروا الكل. عشان يوصل لكم مني كل جديد وما تنتسوش يا حبيبي تنشروا الفيديو لصحابكم كلهم. على اساس يستفيد اكبر عدد ممكن. تماناتي لكم من النجاح والتوفيق معكم مستر اسامة الهاتي. اتعلم رياضة ومس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.